بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بيكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وليت ألوههم وإذا دليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون التمين ينطيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجت ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك بالحق بعدما تبين كأنما يزاقون إلى الموت وهم يرغون وإذ يعدكم الله إحتى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كرن المجرمون إذ تستغلتون ربكم فاستجاب لكم أني ممتكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعة أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وينهب عنكم رجل الشيطان وليربط على قلوبكم وليربط على قلوبكم وينثفت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فتفدوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا فتطربوا فوق الأعناق واطربوا منهم كل بنات ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتوا الذين كفروا سحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى بئة فقد باء بغضب من الله ومواه جهنم وبجل المصير ألم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إن رميت ولكن الله رما وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله تهيئ عريق ذلكم وأن الله مؤمن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودون عذوا لن تغني عنكم فئتكم شيئا ولم كثرت وأن الله مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعوا ولا تكون كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر التواب عند الله الصم البكم الذين لا يعطلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا للجاه وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرض وقلبه وأنه بليل تهشرون قد تكون فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب فاتكون إن أنتم قليل مستطعبون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا الله والرسول وتقولوا أماناتكم وأنتم تعلموا واعلموا أن ما أموالكم وأولادكم فئلة وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ ينكروا بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لكم لا مثل هذا هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذا قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمضر علينا حجارة من السماء أو اهتناب عذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتقضية فذوقوا العذاب بما كنتم تكبرون إن الذين كبروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كبروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعطه على بعط فيرقمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد تلف وإن يعودوا فقد بضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون مصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النظير واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله قمسه وللرسول ولبلقربى واليتامى والمساكين ومن السبيل والمساكين ومن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم القرطان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم في العدوة الدنيا وهم في العدوة القصوى والرب أسفل منكم ولو تواعدتم لاغتلتم في البعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيى عن بينة وإن الله لتميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لتشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله تلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكمهم به التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجعوا الهم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاتبتوا وانقوا الله كثيرا لعلكم تملحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفجلوا وتذهب ليهلكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيطا وإذ زين له الشيطان أعمالهم وقال لا غالب يكون اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نجط على عقبين وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله الله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرضوا غرها أولئك دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو تراءت يتوفى الذين كفروا ملائكة يطرقون أموههم وأجبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدت بآل فدعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن غير النعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأ بآل فدعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأخرقنا آل فدعون وكل كانوا ظالمين إن شر التواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عادت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تذقفنهم في الحرب فيرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تغافن من قوم خيانة فانبب إليهم على سواء إن الله لا يحب الغائدين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعتدون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير لتوهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الطاب يعلمه وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلموا وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يغتعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض يمي عما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عديد حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون طابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقروا الآن قفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله فالله مع الصابرين ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخد في الأرض يريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمستكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكنوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم يا أيها النبي يقول لمن في أيديكم من الأذرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد قالوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليهم حكيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنقسهم في سبيل الله والذين آوا ونقروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميذاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفتاد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آوا ونقروا أولئك هم المؤمنون حقا فهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعض وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم شكرا